خلال الساعات اللي فاتت اتصدر اسم المزيع اميرة شنب معاقع التواصل الاجتماعي وده بعد الاعلان عن رحيل محمد محب جرهق واللي رحل بسبب مضاعفات ناتجة عن هجوم كلب جوز المزيع اميرة شنب علي خبر وفاة محمد محب اتسبب في حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ الجمهور يسأل ايه اللي هيحصل لجوز المزيع اميرة شنب وهو فين اصلا وفين المزيع اميرة شنب وايه رد فعلها على الاخبار دي وفي اول تعليل الاعلامية اميرة شنب فرفضت انها تتكلم عن الواقع واكتفت بالدعاء لمحمد محب بالرحمة وقالت ان الموضوع كله تم عن طريق الخطأ وان اكيد محدش كان يتمنى ان اي حاجة من دي تحصل واما عن جوزها فوفقا للبيان اللي اصدرته النيابة العامة فالاجهزة الامنية قبضت على جوز المزيع اميرة شنب وايه رد حفظت علي بتهمة القتل الخطأ الناتج عن الاهمال وقالت النيابة العامة ان حرية تربية الحيوانات للحراسة او غيرها مش معناه تعريض الناس للخطر او تهديد سلامتهم وقال المحامي احمد الاسيوتي ان مالك الكلب تسبب عن طريق الخطأ في وفاة المجن عليه باهماله وعدم احترازه بانه ساب الكلب دون قيد او تكميم مما اصفر هذا الاهمال عن عقر الكلب للمجن عليه واحداث اصابته البالغة اللي اودت بحياته قال كمان ان اي حد يتسبب عن طريق الخطأ في موت شخص تاني سواء كان الموضوع دناشع عن اهماله او انه مش واخد احتياطاته او عدم مراعاته للقوانين والقرارات يعاقب بالحبس مدة ما تقلش عن 6 شهور وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه او بواحدة من العقوبتين المحامي قال كمان ان العقوبة ممكن تكون كمان الحبس مدة ما تقلش عن سنة وما تزيدش عن 5 سنين وغرامة ما تقلش عن 100 جنيه وما تتجاوز 500 جنيه او بواحدة من العقوبتين دون اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلال جاسين بما تفرض عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان متعطيا اي مواد مسكرة او مخدر عند ارتكابه الخطأ اللي نتج عنه الحادث وكان محمد محب اتعرض يوم الاحد 26 فبراير اللي فات قدام ابنه لهجوم كلب بيتبول واللي سبب له جرح قطع بالزراع الايمن وقطع بالعضلات وقطع بالعصب الهجوم ادى الى شلل بالعضلات البسيطة للزراع والاصابع وكدمات بالصدر والفاخد الايمن تم ناله الى مستشفى دار الفؤاد لاجراء الكشف الطبي وهناك قرر الاطباء ضرورة اجراء عملية جراحية لاصلاح العضلات والاوطار والعصب لمحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه دخل في غيبوبة تم وظل في غرفة الاناية المركزة امرت النيابة العامة ادعى الكلب احد المستشفى البيطرية وحبس زوج الاعلامية اميرة شنب المتهم المسؤول عن الكلب لاتهامه في اصابة جارو محب